سلام عليكم ازاي نحمي نفسنا من انفجارات الموبايلات اللي بتزهر كل فترة ولا قدر اللاب تتسبب في اصابة او وفاة الاشخاص اللي حواليها نقدر نعمل ده في 12 خطوة بس تعالوا نشوف ايه هم اول خطوة افصلوا موبايلاتكم وشيلوها منع الشاحن فورا اول ما تلاقوها سخنة قوي واسبوها تبرد خالص قبل ما تحطوها عالشاحن تاني وتاني خطوة خلوا موبايلاتكم دايما مش متغطية باي حاجة عشان تسمحوا للحرارة انها تتصرب بشكل صحيح يعني مثلا ما تحطوش الموبايلات في جيوب البنطلونات وتخلوها مكتومة لأ نحاول نحطها في شنطة واسعة عليها شوية عشان تسمح لها بالتهوية اللي محتاجاها ولو مستخدمين cover او يعني grabل الموبايل من اللي مكتوم ومش سايب مكان للتهوية غيروها فورا وتالت نقطة حاولوا دايما تستخدموا الشاحن الاصلي بتاع الموبايل مش الشواحن التقليد عشان تبقوا متأكدين ان موبايلاتكم واصلالها الكهربا المظبوطة اللي هي محتاجاها بالزبط خصوصا ان موبايلاتكم دي من الانواع اللي فيها USB Type-C الخاص بالquake charge او يعني الشحن السريع ورابع نقطة انكم ما تسيبوش موبايلاتكم تشحن وتناموا سواء بالنهار او الاسوأ اللي اغلبنا بيعمله وهو اننا نسيبها تشحن واحنا نايمين طول الليل والقطوة الخامسة هي اننا ما نحطش الموبايلات تحت الوسائد او يعني المخدات ابدا عشان ده بيخليها تسخن بسرعة جدا لانه بيزود الضغط عليها وبيمنع التهوية عنها وسادس نقطة هي انكم ما تحطوش الموبايلات ابدا على الشاحن اثناء ما انتم ما بتستخدموه وخصوصا لو وقت انتم بتلعبوا فيها عليه جيمز او يعني العيد وسابع نقطة هي انكم ما تسيبوش الشاحن اصلا في الكهربا حتى لو مش متركب في موبايل بيشحن لانه بيكون مشحون على اخره وجاهز لتفريغ الشحنة الكهربائية دي مع اي خبطة بالغلط على شكل ماس كهربائي لقدر الله وتامن بوينت هي اننا ما نحطش الموبايل يشحن على سطح قابل اللي اشتعيل زي السرير مثلا او مكتب خشب او كنبة عشان حتى لو لقدر الله الموبايل انفجر ما يتسببش فيه حريق كبير ربنا يسترها يا رب وتاسع بوينت هي اننا نحاول دايما ما نكونش قريبين من الموبايل اصلا وهو بيشحن نحاول نبعده عننا مسافة كافية والنصيحة العشرة هي اننا نغير شاحن الموبايل فورا لو الكابل بتاعه فيه اي جزء مقطوع او تالف او يعني بيعلق لانها بتتسبب في حرائق واصابات لقدر الله والنقطة الحداشر ودي نقطة مهمة جدا وخصوصا لصناع المحتوى زي اليوتيوبرز وغيرهم اللي بيصوروا محتوى طبخة على البوتوجيز هي اننا ما نشغلش الكاميرا باعلى قدرتها وكمان ما نقربش الكاميرا قوي من البوتوجيز واحنا بنصور علشان ده بيرفع درجة حرارة الموبايل بشكل كبير واللي ممكن يؤدي الى حدوث انفجارات لقدر الله واخر بوينت معانا هي اننا ما نفضلش قاعدين على الموبايل وقت طويل لحد ما بطارية الموبايل تفضى خالص لان ده بيضغط على بطارية الموبايل بشكل كبير والنصيحة دي مهمة خصوصا للشباب والاطفال وبكده انتهت تحذيراتنا وانتهت معيها حلقتنا النهاردة يارب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا بيها طلبة منكم دوستين اتنين بس دوس على زرار اللايك ودوس على زرار السبسكرايب او الاشتراك في القناة علشان اللايك هي اللي بتعلي الفيديو والسبسكرايب هتخليكم تشوفوا كل الفيديوز اللي جاية ان شاء الله تستفيدوا معنا في القناة واتمنى انكم تتفرجوا على الفيديوز اللي ظهرة قدام حضراتكم على الشاشة وتاخدوا جولة في القناة وتقولوا لي رأيكم في الكامنس اشوفكم في فيديو جديد بشكركم مهلا بيب باي باي